بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس من رمضان الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمعنى كتب فرض كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام والصيام هو ترك طعام والشراب والشهوات تقربا إلى الله جل وعلا بنية بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا هو وقت الصيام الله سبحانه وتعالى ذكر الحكمة في تشريع هذا الصيام بقوله لعلكم تتقون فالصيام يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى لأن الصائم يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله خوفا من الله سبحانه ورجاء لثوابه ولو شاء لأفطر إذا خل عن الناس يفطر لأنه لا يصوم لله أما إذا صام لله فإنه يتساوى عنده أن يكون مع الناس وأن يكون خالهم فلا يتناول شيئا من المفطرات وإن كان يشتهيها ويرغبها لكنه يتركها تقربا إلى الله إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ثم قال سبحانه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف هو ما يتبقى على اللثة والأسنان من الطعام فإنه يكون له رائحة يكرهها الناس وكذلك يخرج من معيدته إذا خلت من الطعام والشراب يخرج منها رائحة يكرهها الناس لكن الله يحبها لأن هذه الرائحة ناشئة عن طاعة الله عز وجل فهو يحبها لأنها أثر ناشئ عن طاعته وإن كان الناس يكرهونها فالصيام له فضائل كثيرة ومنافع عظيمة في الدين وفي الدنيا وفي الصحة حتى الصحة فإن الصيام يقوي الصحة ويكسبها فالصيام له فضائل عظيمة وله آثار طيبة على الإنسان لذلك تجد الصائم يختلف عن المفطر لأن الصائم يكون عليه الوقار عليه الصمت والمهابة عليه الخشوع لله عز وجل ويحب تلاوة القرآن ويحب ذكر الله لأن قلبه قد تفرغ من الشواغل فإنه يعين على الأعمال الصالحة الأخرى ولهذا قال جل وعلا في ختام الآية لعلكم تتقون والصيام يسبب تقوى الله عز وجل وطلب مرضاته فلله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة أيضا الصيام يعود الإنسان على الصبر والتحمل إنه يعطش ويجوع تضعف نفسه ومع هذا يصبر على ذلك فهو أيضا يعود على التحمل وعلى ترك المعلوفات ويربي الإنسان على ذلك وهذا نوع من أنواع التقوى قال جل وعلا لعلكم تتقون أي أن الله شرع هذا الصيام لأجل حصول التقوى في قلوب الصائمين هذا فيه فضل لهذه العبادة العظيمة التي شرعها الله لعباده دائما وابدا من باب التطوع وفرض الصيام في شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام قال لله الحمد والمنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين